بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا مستقر أن احنا يوم الحد بنتكلم عشان نخلي بيوتنا أكتر سعادة وأكتر إقبالا على الله بنعمة أنه جعل بيننا مودة ورحمة في البيوت فننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة وهو ده هرم الترقي الزواجي إحنا النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا أننا نتكلم فيها لأنها من كتر كترتها الناس ما يتكلموش عنها من كتر ما هي كتيرة في البيوت الناس ما يتكلموش عنها عارفيني نتكلم عن إيه النهاردة؟ عن تكلم عن التهديد بالطلاق الستة لما بتحس بتهديد عدم اكتفاء زوجها بيها بتحس بإيه؟ بتحس بحاجة غريبة جدا أنها في مهن بالريح وأن أي حاجة ممكن تشيلها وترميها برى البيت ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصب النساء خيرا وأمرنا أننا نعاشر وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أننا نعاشر بالمعروف وعاشرهن بالمعروف لأن أغلب الحالات اللي بيلجأ فيها الزوج لحد تاني بيكون في مرحلة ما قبل منتصف العمر أنه يهددها أنه يلجأ لحد تاني وممكن كمان يكون دوت خلال منتصف العمر ما بحبش أنا لفظ أزمة منتصف العمر دي لازم نعرف أن كل يوم كل يوم الإنسان بيتغير فلذلك ما يبقاش فيه نوع من أنواع الكلام عن الأزمة ودايما بنقول أن الله سبحانه وتعالى يقلب عننا الأيام والليالي مش ليعذبنا ولكن ليهذبنا ولذلك وقت منتصف العمر دوت مش أزمة مش لازم يكون أزمة مش لازم يكون أزمة في ناس كتيرة بتمر بيه على أنه أزمة صح في ناس كتيرة بتمر على أنه أزمة لكن هو مش لازم يكون أزمة في منتصف العمر أوقات بيحصل افتراق في الأهداف ما بين الزوجين يبقى الزوجة مهتمية بالأولاد والزوج مهتم إن هو يعمل إيه خلاص الزوجة حاسة إن أولادها هم لازم تكمل معهم بقية حياتها والزوج حاسس إن هو لسه معاش حياته لأنه تعب جدا جدا في الفترة اللي قبل منتصف العمر دي اتجوز وصرف كل مدخراته وبعدين لما اتجوز قاعد يكتهد عشان يسد ديونه ولما بدأ يشم نفسه وبدأ يجيب مندخراته ويحسن مستوى الاجتماعي بس لقى العمر عنده هو مر وبقى هو بعد سن الأربعين فإيه اللي حاصل ومع إن سن الأربعين ده سن النضوج بس هو يحس إن عمره تسرق منه ساعات الزوجة كمان بتحس إن عمرها تسرق منها فتحس إن هي محتاجة تحس بأنه ستة فهدف الزوجين بتتفرق فإيه اللي يحصل وبيكون في خيارات متبينة بالنسبة للزوج وكمان بالنسبة للزوجة فبيكون استقر وظيفيا وأصبح عنده ثقة وأصبح عنده معجبات إحنا عندنا للأسف يعني في الرشاد الزواجي بنقول إيه بنقول عندنا تعبير معلش لازم نقول التعبيرات الموجودة عندنا حتى في الشغلة بتاعتنا إن الرجل حتى لو هو زي ميقولوا كده عظم في قفة هناك من تعجب به فبيبقى عند الرجالة في الوقت ده هات معجبات إما واحدة معجبة بإنه سنه كبير فتكون صغيرة فمعجبة به أو حد معجب إنه هو في الشغل شاطر ومعرفش إيه وبيقدر يدير الأزمات ففي الآخر خالص لازم نلتفت لله ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الحديث ده جاي للوقت ده إيه الحديث ده لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر وعشان كده مهم نتذكر إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نخزن الحكمة فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم صحتك قبل ثقمك وشبابك قبل هرمك فالإنسان لازم يتعود نظرية أنا بسميها نظرية الادخار الحياتي فأداخر من فترة ما قبل منتصف العمر إلى فترة منتصف العمر فالادخار الحياتي ده بيخلينا عندنا ما نعتمد عليه في فترة منتصف العمر حضرت النبي لما كان بيداخر قوت سنته صلى الله عليه وسلم كان بيداخر لأنه عايز يعلمنا فلسفة الادخار مش إنه هو خايف إنه ما يلاقيش حاجة والادخار ده بان أوى أوى نما نربط بقوله تعالى وتزوده فإن خيرت زاد التقوى فبان إن فلسفة الادخار ما بتكونش في الأشياء المادية بس لكن أهم من ده إن احنا ندخل كمان في الأشياء المعنوية أوقات بيبقى الزوج متصون إن الزوجة هتفهم احتياجاته بيظهر أوى الكلام ده في وقت منتصف العمر هو فاهم إن هي فاهم احتياجاته وفاهم إن هي مطنشة وإن هي مش عايزة تاخد بلها وساعات الاحتياجات دي بتبقى عبارة عن شيء قديم متأجل وإنه طول الوقت عنده فكرة إنه عنده إيه اللي حاصل عنده حالة من حالات طاقة من الحب وطاقة من الحالة الجسدية اللي ممكن من خلالها يمارس الألاقة الخاصة بشكل كبير جدا وطاقة اجتماعية إن أنا قادر أعمل إيه قادر أقدي لكل الناس وقادر إن أنا أعمل ده هو بيحس بكده في فترة منتصف العمر فيفضل إيه اللي حاصل؟ يفضل مأجل الاحتياجات دي لغاية ما يبقى معه فلوس أو يكون الاحتياج حصل له حصل له بعد لما وصل لمنتصف العمر حاجة حصلت له فنشأ عنده لما حس بحنين إن هو يكون شاب بدأ يشوف الشعر الأبيض في شعره ولا هي بدأت تشوف الشعر الأبيض في شعرها في إيه اللي حاصل؟ فبدأ يحس إن هو محتاج إن هو يبقى شاب وهي كمان محتاج إن هي تبقى شاب وإنه حصل ممكن يحصل له تغير وإن زوجته مثلا يحصل لها يحصل لها مثلا إن إيه ما ترعيش إن التغير اللي حصل له إما تغير في المكانة أو تغير في الحالة الاجتماعية فإيه ما ترعيش ده فهو محتاج إن حد يفهم إن التغير ده أثر في سماته الشخصية دي المبررات اللي بتحصل عشان الإنسان يبص عند حد تاني إن يسدله احتياجاته لكن أول ما الزوجة بتعرف تيجي تقول له ده كان معايا وبياكل وبيشرب أنا مخدوعة فيه يعني هي تقول إيه أول ما تعرف فقط أنه بدأ يبقى عنده الاحتياجات دي وبدأ يشوف حد برا الستة في بعض الحين بتحس إن فيه حد باعها وضحك عليها ساعة لما الزوج عمل كده غلبت عليه فرض نيته على فكرة وأننيته فأنت كنت بتفكر كعازب كنت بتفكر في نفسك أوقات كتيرة الزوجة بتكون انشغلت بالأولاد الزوجات بتعتقد إن اهتمامها بالأولاد بيتضيف راسدها كزوجة عند الزوج لكن الأزواج عندهم إن لازم تكون حكتين تبقى زوجة وتبقى أم للأولاد أقول لكم حاجة ساعات الزوجات بتعمل إيه ساعات الزوجات شوف بقى الفرق ما بين اللي أنا أقوله دلوقتي والفرق ما بين وعي سيدنا عمر أوقات الأزواج بيعتبروا إن الزوجة انشغلت بالأولاد عنهم فيحس إنهم تراجع في الأولوية وما يفهمش اللي احنا قلنا دلوقتي ما يفهمش إن إيه إن الزوجة فهمة إن هي لما بتراعي الأولاد هي بتقوله دول أولادك دول حبيبك دول نور عينك فأنا لما باهتم بيهم باهتم بيك أنت كمان لكن شوف سيدنا عمر كان وعي للمسألة دي إزاي لما جاء الراجل ووقف على باب بيته فلقى المرأة بتعلي سطعة لأ زوجته هو جاي بيشتكي إن زوجته بتعلي سطعة عليه الصحابي جاي يشتكي من سيدنا عمر من ده إزاي يعمل كده لإني واضح إن سيدنا عمر كمان ما كانش كمان خريفة للمسلمين كان كمان بيشتغل في الإرشاد الاجتماعي فراح لي سيدنا عمر يقول له يعمل إيه فإيه اللي حاصل فلما راح لي سيدنا عمر ووقف على باب البيت لقى إيه اللي حاصل لقى إيه اللي حاصل إن زوجة سيدنا عمر كمان بتعلي سطعة عليه فإيه اللي حاصل فلما مش خبط على الباب وبعدين لما سمع كده راح ماشي فسيدنا عمر لحقه ففهمه فهمه إزاي هو زوجته عنده في مكانة عالية زوجته فبرره نايبة ربي أولاده وكمان بتصنعه بتطهي طهامه وكمان بتخسل ثيابه فبيل له إن دوت كله في رصدها كزوجة عنده بس إحنا عندنا كتير من الناس لما بيوصلوا في أزمة منتصف العمر من الرجالة تحسوا إن ده لا يكفي هو الزوج بيبقى ساعته محتاج 80% أنا أسف يعني 80% دلع و20% إن هو يبقى أب تخيل الحياة بتتغير ليه طيب لأن جزء الدلع ده وجزء العلاقة الخاصة وجزء ده بيحسسوا إن دي مكافئته طيب ليه هو عايز إن 80% تبقى الزوجة في الحقيقة زوجة و20% تبقى أم عشان هو حاسس إن هو عايز مكافئة عايز تكافئ وعشان كده لازم نفهم ده الزوجة بقى بتبقى عارفة غير كده هي حاسة إن المفروض إن هي تبقى 80% أم و20% زوجة فلازم ال60% يكمله من بره يعني لازم ال60% اللي هتخلينا متوازنين يكمل على ال20% اللي عندها من حد تاني بره وإحنا معنا محتاجين نستدعي حديث رسول الله اللي هتصال اللي احنا ذكرناه من شوية لا فرق مؤمنهم مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر فلو كره منها الاهتمام الزائد بأولادها ومفروض إنهم ما يكرهوش ده في كتير من الأحيين وخاصة في الوقت اللي احنا فيه ده اهتمام الست بأولادها في أوقات كتيرة في الوقت اللي احنا بكلمكم احنا مش بنكلم عن عصرتين احنا بنكلم عن عصرين عن وقتين ساعات اهتمام الأم بالأولاد دلوقتي لإن هي بتقوم بدور الأب والأم مع الأولاد لإن كثير من الرجال مشغولين على لقمة العيش فما ينفعش إن هي تجازع على دولة زيك هو دات اللي بيصدمها فإن اللي حاصل فبقى اهتمامها بأولادها إيه اللي حاصل بيوصلها إن هو يرضى إن هي كانت في الحقيقة عون وسند ليه فهو لازم يعرف كده وفكرة الرضا اللي اذكرنا حديث الرسول الله عليه وسلم إنه هو يفكر بطريقة مختلفة عشان يسد الفجوة اللي عنده دي فالرضا هيسد الفجوة ما بين الثمانين في المائة من الاهتمام بيه وتدليعه اللي هو محتاجه وما بين الواجبات اللي عليه اللي هي بتقوم بيها وبتسنده في إن هو يحافظ على دوره كأب وتحافظ على البيت إن هو ما يهتز وهنا الرضا معناه التطوير مش الرضا معناه الوقوف على الحالة اللي احنا عندنا دي فالرضا يعني إن هو يستسمى مميزاتها ويخليها تاخد بالها وأوقات فكرة الملكية هي اللي بتوقع بعض الزوجات في فكرة الضمان أوه تعالي نقف شوية ساعات الزوجات بتقول ده جوزي مش يروح في حتة ده زوجي وخلاص أنا ضمنها وضمن أخلاقه وفيه ترس شعبي بيدعم فكرة الملكية دي وهي الربط بالأولاد إن هي تخلف أولاد وتخلف عدد من الأولاد عشان تربطه وميروحش في حتة لا هو في الحقيقة هو لو هو شخص ما بتحملش المسؤولية الأولاد مش هتربطه الأولاد هتزهقوا من البيت وتخليه يدور على حد تاني يجد رجولته معاه ما فيش حاجة يسمعها الربط بالأولاد خالص ما فيش الكلام ده لكن فيه حاجة يسمعها إن الأولاد بيصنعوا أهداف مشاركة ففي عشرين في المية من الستات لا تحتمل أبداً فبتيجي تقول أنا خلاص لما يقرب مني لما يحصل بقى أنه هو يدور على حد إيه اللي حاصل وهددها وخلاص وهي راح وبقى على الدو علاقة بحد تاني بتقول لا أنا مش قادرة مش حاسة أنا حاسة أن أنا أرفانة ولو بتقعد بتقعد عشان مصلحة الأولاد فبتقعد إيه اللي حاصل بتقعد عشان تحافظ على البيت وعلى أولاد ورد عن بعض الصالحين منهم سيدنا عبدالله بشعران يسألوا لماذا لم تتزوج على زوجتك قال لي كي لا أكسر قلب مؤمن في نمط بيكسر قلبه بيكسر قلب زوجته فمهم جداً إن الزوج أو الزوجة وهم بيكونوا اختيارهم ما يعملوش القواعد على ما يعملوش القواعد على الناس كلها فلما زوج يقول لها ما فيش زوجات كتير إبلت ده هي بتحس بإهانة فوق الإهانة مش بس إنه عمل فيها كده لا كمان بيهدر قرامتها وإنه مش عارفها يعني إيه في زوجات كتير إبلت الكلام ده فإيه اللي بيحصل فبتتمسك برأيها أكتر لذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراع الفروق الفردية بين زوجاتي فالسيدة عائشة مثلا يتعامل معاها على إنها غيورة ولذلك قال حضرت النبي لما كسرت صفحة السيدة حفصة غارت أمكم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيهمها يبقى احنا لازم ما نعجيش نعمم لزوجتنا تعمم على زوجتك ده وتقول لها ما كل ستات إبلت الكلام فيك ستات كتيرة إبلت إن زوجها يتجوز عليها أو زوجها يروح يبقى عنده محاولة أخرى ويبتدي ساعات بعض الأزواج يبالغ في المسألة ويجي يقول لها هو رايح يخطب أنا رايح أخطب عشان في الحقيقة أنا محتاج حد يهتم بيه التهديد ده بيخلي الزوجة وكأنها تصدعت بيعمل زي الزلزال ويكاد يكون إن هو بيكسرها ويخليها تنهار وساعات بيبقى ردود الأفعال غير معتبر طب نعمل إيه عشان ما نوصلش للحالة دي إيه الإجراءات اللي إحنا مفروض نعملها إحنا لازم نتقنى في التفكير لازم نتقنى في التفكير لإن إحنا شفنا النتائج الوخيمة لسرعة اتخذ القرار الحكمة بتقول إن التقنى من الله والعجل من الشيطان فلما أنت تتعجل بحل مشكلتك اللي أنت مش تلاقي الاحتياج اللي عندك إن حد يهتم بيك ويهتم بتدليلك فتروح على طول تخوض تجربة الزوجة التانية أو تجربة العلاقة الموازية فأنت في الحقيقة كنت ماشي مع الشيطان لأنك كنت متعجل فلازم تشوف الزوجة إيه المحاسن اللي فيها وإيه الحاجات اللي ممكن أو إيه المداخل اللي ممكن تدخل بيها عشان تخليها تتحسن ويزيد اهتمامها بيك لأن الحقيقة المداخل اللي بيقترح على الزوجة إن هي ما تفكرش إن عنده علاقة كنسية مع حد ولكن تفكر إزاي تطور حياتها وأولادها وتستكمل بعض الأشياء اللي كانت نقصاها في علاقتهم مع بعض مدخل حسن بس مش بيصلح مع كل الستات فلذلك إحنا فيه جزء لازم ننبه به الرجل إنه قبل ما يفكر إنه ياختر الخطوة دي لازم يراجع نفسه كتير قوي 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 هل هو يستخدم المدخل الصحيح عشان يطور من علاقته وزوجته ألا لا الحاجة التانية المهمة لازم يكون فيه كمان خطة للتغيير ويكتبوها مع بعض ويمكن أن تكون كمان ومهم إن هي تكون كمان تحت إيه تحت إشراف متخصص لأن في الحقيقة في بعض الأحيين هي لما بتحس بالغدر هي بتحس إن هي فقدت الثقة وبتبقى مش قادرة تديره فرصة تانية وساعتها بيبقى ضروري جداً جداً إن احنا ندخل متخصص عشان نقدر نتخلص من المسألة دي الإجراء اللي بعد كده إن بعد ما نحط خطة التغيير وده شيء مهم جداً إن هو يزود الاهتمام والاحترام والتأدير والامتنان كمان لزوجته لأن هي في الحقيقة بتبقى مجروحة وإذا ده ما حصلش يبقى إحنا محتاجين للعلاج الزواجي جلسات نحاول من خلالها نعالج اللي حصل ده بعناية وبأوقات محددة وبأشياء تشبه جرعة الدواء لأن نساعتها بتبقى الزوجة فقط الثقة ومش قادرة تكمل آخر حاجة عايزين نختم بيها فيما يتعلق بالإجراءات اللي احنا عايزين نقولها لكم إجراءة مهمة جداً 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 إن الزوج لما يحس إنه حاسس بإنه هو مش قادر يكتفي باللي بتقدمه لزوجته من الاهتمام لازم هو يراجع مفهوم الأبوة شوية لأن الأولاد لما بيحسوا بالأمان بيبقى ليه مردود إيجابي جداً على الزوج وإذا حسوا بالتهديد هو بيحس إن حياته بتتكسر فلازم نهتم جداً جداً إن الأولاد في بعض الأحيين نقعد معهم ونحس بالدفئ اللي هم بيدهن لأن الدفئ دهات ممكن في كتير من الأحيين يخلي الرجالة كتيراً يحسوا إن حياتهم مليانة مش ناقصة ولا حاجة ومش فاضية لأن كتير من الأزواج لما بيحسوا إنه هو ويفكروا في علاقة أخرى أو بيهدد زوجته بزواج آخر بزواج جديد الحقيقة بيكون هو فاقد شعور الأبوة الكاملة ورايح ببساطة خالص يعيش حياة مركزيتها الأنا ومليئة بالفردانية من غير ما يبص للبيت مش بس للأولاد ولكن يبص للبيت والأسرة اللي أول مكون فيه هي زوجته تعالوا نعمل الإجراءات اللي احنا قلنا عليها ونستثير ونستخرج أحسن ما في زوجتنا وكمان نساعدهم إنه هم يكونوا قادرين على إنه هم يقسموا وقتهم ويدوا وقتهم بشكل مقنن محترم باستشارة خبير عشان كل واحد فينا ما يكتمش احتياجاته لكن في نفس الوقت الجواز مش جاي عشان إشباع الاحتياجات لكن جاي عشان نخلي احتياجاتنا بتساعدنا إن إحنا نعيش أفضل ننتقل من التوافق لما نتفق مع بعض إزاي نتعامل مع احتياجاتنا وخاصة لما تتغير في وقت منتصف العمر تعالوا نشوف إزاي نشارك بعض في خطة التغيير وكل واحد فينا يدعم التاني عشان نفضل في بيوتنا ننتقل من التوافق يدعمنا الرضا عشان نعيش في سعادة ونعيش وبيوتنا مليانة بقولي تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة يا رب اجعلنا من أهل الرضا ووجعل قلوبنا مريئة بالرضا واجعلنا نشوف الصورة كاملة ونشوف الصورة مجزوئة واجعل ده سر من أسرار اللهمقر نحل حقا ورزقنا اتباعه اجعلنا دايماً من أهل الرضا ومن أهل تأمين البيوت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائماً في مودة ورحمة يا رب العالمين اشتركوا في القناة